مرحبا بكم مجددا هذا القسم الثاني من الدورة التعليمية الخاصة في تعليم برنامج ساب مثل ما قلنا أن هذه الدورة تكون عددك 3 قسام القسم الأول تعليمي والقسم الثاني اللي هو هذا تطبيقي على مشروع والقسم الثالث هو موجه للمبرمجين في القسم الأول تكلمنا عن البرنامج وكان أكثر شغلنا هو تطبيقي أنه نشتغل بشكل مباشر حتى نوصل أكثر فائدة يعني وبأقل وقت ممكن إذن هذه الأمور كلها اللي احنا أخذناها من نمذج العناصر طرق نمذجة أيضا رح نبدأ إن شاء الله نبدأ نطبقها خلال هذا البروجيك ورح نتعلم أيضا أمور أخرى البروجيكت هو مستشفى يعني الغرض الأساسي من عدة هو تعليمي هو محاكاة يعني ليس واقعيا فرح تتعلم أمور جديدة رح تتعلم خطوات أساسية تتجاهها في النمذجة أيضا وطبعا رح يبدأ يحتوي لك على يعني فريم بيم كولم ويحتوي لك على أسلاب ويحتوي لك على جدران قص أيضا رح نتعلم كيف نعمل يعني رسم الكيرف فريم أوكي مثل ما تلاحظة الآن أمامك عدنا هنا كيرف أيضا كيفية ترسم الإسلاب اللي هو يكون على شكل كيرف يعني أمور جديدة خاصة في النمذجة أضافة لذلك رح نبدأ نستعرض نتائج التحليل ورح نبدأ نستعرض نتائج التصميم ترجمة نانسي قنقر